السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله نقترح لكم طرطة الليمون والشوكولات والبندق لديدة جدا وسهلة واقتصادية ان شاء الله المراحل بسيطة جدا تابعونا اشتركوا المقادر والطريقة بالتفصيل ان شاء الله اشتركوا في القناة وتفعيل الجرس نبدأ ان شاء الله بمقادر الكيك سنحتاج ان شاء الله جوج بيضات كاس السكر نصف كاس الزيت وقبصة الملحة سوف نضيفهم في الربو ونخدمهم بشكل جيد ومن بعد نزيد العناصر الاخرى بإذن الله سوف نضيف العناصر كما ترونها سوف نغسلها سوف نحكها ونأخذ العصر سوف نضيف العصر حمضة العصر زائد القشرة من بعد مزدنا الحامض ومن بعد مزدنا الحامض وخلطنا سوف نعطي خليط 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 ومن بعد مزدنا مع تناول نزيل تقريبا اكثر من النجاح سوف نضيف مزدنا السجاج ونتظر انظر سوف الماء لا يكون عامر كثيرا وضع السكر وضع الحمض عصرتهم ورميتهم جيدا لتقبض القشرة سوف نضع السكر وضع السكر سوف نصيب الكريمة باتيسير بالحامض هذه الكريمة جيدة و سهلة في التحضير تحتاجها إلى نص سطر الحليب و ثلاثة أصفار البيض سوف نصيب الكريمة سكار ساندة سوف نضع السكر المعالق سوف نضع السكر المعالق سوف نفعل السكر المعالق ثلاثة وحدة وحدة نخلط العناتر ثلاثة وحدة سوف نقوم بفوق النار نقوم بقشرة الليمونات حامضة سوف نقوم بقشرة نقوم بفوق النار نقوم بفوق النار سنضيف النار سوف نقوم بفوق النار سوف نقوم بفوق النار سوف نضيف البطن سوف نضيف عاصر ونضيف الحامضة سوف نضيف الحامضة لقد ا akhirم بها نضيفه على السمسة نضيف العصر النار سوف نضيف المفتد حيث هؤلاء الحامض ليمون كيكا يقوم بتشايفة كيكا تقوم بتشعيل الكيكا تدريدها بالمونتاج كيكا نقسمها على الجوش بالموس صبري كيكا يقوم بإدخل دوائر عضوية والصفلية سوف نأخذ سيرو سوف نفزق بها خصوصا في الجوانب هي خاصة حرص في التعامل معها لانه تجيه شيشة بزاف ولكن المضاق يجي رائع سوف نأخذ الكريمة الحامض وهي اللي سوف ندرها فوقها الطبقة نضيف كريمة نضيف كريمة سوف نضيف كريمة الثانية سوف نضيف كريمة الكريمة نضيف سوف نضيف تحضير البليلة سوف نضيفون شوكولاته نضيف المنزل يغورت نضيف المنزل نضيف المنزل شكولاتة و كريمة شكولاتة و كريمة و نأخذ شريحة الحامض الليمون و ندخلها في الواسط من بعد ندخلها لتلاجة و ندخلها لتلاجة ساعة حصلت ثلاثة و تبرد مزيان و تريدها باردة مزيان شكلها يأتي أكثر من رائع و المدقها لديد لديد جدا و تأتي راقية و تستهل مقادر بسيطة جدا و تستهل انكم تجربوها أريد صراحة نشكر الأخت أثماء كنت اضطت هذه الوصفة في مجموعة ماكويزين و انا تطبقتها و درس فيها بعض التغيير من الداخل كما تشوفوا تأتي بحلقة و تبينوا الطبقات تأتي هشيشة هشيشة و منفوشة بزاف 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 نتمنى أنكم نجربوها هكذا في العشية و هكذا في حفلة عائلية تأتي راقية بزاف و ان شاء الله تعجبوا ليداتكم لا تنسوش تشجعونا اشتراك في القناة و تفعيل الجرس باش يوصلكم وصفات أخرى سهلة و اقتصادية و لذيذة جدا السلام عليكم اشتراك في القناة